تجربة هي الأولى من نوعها انطلقت من البحرين بقيادة خليجية لتخرج لنا بمشروع أول مدرب أصم في العالم العربي تركي العجمي انطلق في عالم التدريب بعد نجاح تجربته التدريبية ليطرح مجموعة من الورش يعلم فيها لغة الإشارة مهارات المدرب تركي تعرضها لنا الزميلة خولة لغرينيس في التقرير التالي عندما تكون الإعاقة دافعا للإبداع والعطاء فإنها تفتح المجال أمامهم ليكون عناصر فعالة في المجتمع فهذا هو الحال مع أول مدرب أصم في العالم العربي تركي العجمي وهو تجربة خليجية انطلقت من البحرين على يد مدربة بحرينية آمنت به وبرغبته في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع الموضوع ما كان سهل جدا لأنه يعتمد على لغة الأساسية هي لغة الصم و لغة الإشارة فطبعا كان فضل جهور جماعية الحمد لله أننا قدرنا نتخطى هذه الأمور وتخطى هذه التحديات لكن اللي بنتكلم ما بعد التدريب ما بعد الكش اللي صار فليقيننا أنه الإنسان صار عنده صاحب أهداف الإنسان صار محفز أكثر مو بس حق الصمقم يحفز أيضا حق الأخواننا السامعين ومتكلمين فليقيننا أنه شخصية صارت أكثر عطاء وأنه قادر يقدم أكثر في المجتمع فليقيننا أنه شخصية عنده رؤية عنده طموح أكثر يحقق الأمور أكثر فقام يفعل التواصل مع المجتمع مو بش يدعم الصمق أنهما يعني يقدون دورهم موجودا في المجتمع اللي شد انتباهي ناحيته أنه أثناء الجلسات أو الاستراحات كانت تتواصل عبر الفيديو والاتصال الفيديو مع الكوتش تركي العجمي بالإشارات ففعلا نشد الانتباهي هذا الموضوع أنه ممكن نخرج كوتش أصام يقدم الكوتشنج لهذه الفئة على مستوى الوطن العربي المدرب الأصام قرر أثبات ذاته بإخراج طاقاته الدفينة على الملأ فعقد المحاضرات التدريبية وورش عمل قدم فيها مجموعة من الدروس المتعلقة بلغة الإشارة عندما دخلت مجال التدريب كان هدف الأول هو تحفيز الصم ليكونوا قادرين على التفاعل مع المجتمع خصوصا وأن هذه الفئة بحاجة إلى الدعم من الناطقين لأن الأصام قد لا يكون قادرا على الغيام ببعض الأمور لوحده دون مساعدتهم حرست على أن يكون لي دور واضح في دعم الناطقين من خلال تدريبهم على لغة الإشارة فعندما يتم توحيد جهود الصم مع الناطقين فإننا سنكون قادرين على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ومن هذا المنطلق أؤكد على نقطة مهمة وهي أن الأصام عندما يتفاعل مع مختلف أفراد المجتمع يكون لديه رؤية واضحة وهي العمل على خدمتهم لذلك فإنني من خلال ممارسة التدريب سأقوم بمساعدة جميع على تحقيق أهدافهم وخصوصا فئة الصم يمتلك تركي رغبة جامحة في التواصل مع المجتمع بأسلوبه الخاص ليكون خير عون لكل من يطلب مساعدته تعاملت مع الكوش تركي في مجال التنمية البشرية بحكم أنه عندي معرفة في لغة الإشارة واستفت منه وائد أشياء وعنده أفكار رديدة وأساليب حلوة وابتشفت أن الصم والبكة ممكن نستفيد منهم في وائد أشياء لو ساعدناهم يد في يد منحني المدرب تركيا الدعم المعنوي لأكون قادرا على تحقيق أهدافي وأكون قادرا على التأثير في المجتمع بشكل إيجابي وأتمكن من تغيير حياتي للأفضل تعلم تابر وأثبت إمكانياته العالية في التحفيز والدعم الإيجابي وأصبح مثالا رائعا وقدوة لتشجيع الصم على المبادرة لخدمة المجتمع فمشروع المدرب الأصم الذي خرج من البحرين كان الإنطلاقة الأقوى للصم وتشجيع المدربين في ذات الوقت على طرح المزيد من المبادرات التي تساهم في توعية فئة الصم في مجالات التنمية البشرية على اعتبار أن الأصم فرد فعال يحتاج لتطوير مهاراته لخدمة نفسه ومجتمعه خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر